رح نتعلم إن شاء الله كيفية إيجاد حجم متوازل مستطيلات هلأ أول شي حجم الجسم هو الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ يعني المكان اللي بيأخذ الجسم بالطول والعرض والارتفاع طيب هلأ وحدات قياس الحجم أول شي نحن بنعرف إنه المساحة بنقيسها بالمتر مربع أو بالسنتيمتر مربع أو بالمليمتر مربع أما المحيط محيط الشكل بنقيسه بالمتر أو السنتيمتر أو الكيلومتر هلأ بالنسبة للحجم نحن عنا ثلاث أبعاد معناته رح نقيسه بالمتر المكعب أو بالكيلومتر المكعب أو بالسنتيمتر المكعب أو بالمليمتر المكعب وبنعبر عنه سنتيمتر تكعيب هلأ قانون حساب حجم متوازل مستطيلات هلأ عشان نجد حجم متوازل مستطيلات بنضرب أبعاده الثلاثة ببعضها فبيكون حجم متوازل مستطيلات الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع فبيكون حجم متوازل مستطيلات